موسيقى أجندة 2030 هي أجندة للشباب لأن الشباب هو المستفيد الأكبر منها وعلى الشباب أن يصنع هذه الأجندة وهو فاعل في هذا المجال الشباب ملتزم في فرنسا ومعبئة عبر جمعيات أو شابة من أصل الخمسة ملتزم في جمعية ليست بالضرورة هذه الجمعية معنية بالبيئة وإنما هذا الالتزام هو الالتزام من أجل المصلحة العامة ومن أجل التعاون رغم عدم وجود منظمات غير حكومية كثيرة تعمل في مجال البيئة فإن 30% من الشباب يدركون ما هي تنمية المستدامة وهناك 50% قد سمعوا بهذا التعبير ولماذا إذن هناك أقلية تفهم هذه الأهداف على أنها خطة للتنمية المستدامة وأداة للعمل يمكن أن نتسأل حول طريقتنا في نقل المعلومة هل علينا أن نعيد النظرة لذلك هل علينا أن نعتمد طريقة نتوجه بها إلى الشباب بشكل خاص يرغب الشباب بتملك هذه الأهداف ولكي يتمكن من ذلك يجب أن يفهمها الشباب ويعمل عليها وبالنسبة للشباب هذه الأهداف فهم الشباب لهذه الأهداف يجب أن يكون فهما مستعرضا ويجب من أجل ذلك تعبئة كل الفاعلين على مستوى الدولة على مستوى الإقليم المحليين الدوليين من أجل التوجه نحو تطبيق ورقة الطريق الذي باتت دولية اليوم بخصوص هذه الأهداف يجب أن ننتقل من الكلام والتوعية إلى الفعل إن الشباب لا يفهمون في الوقت الحاضر تماما ما هي هذه الأهداف مع أنهم يفعلون ميدانيا أنهم يعملون على مشاريع ليست معنونة على أنها جزء من أهداف التنمية المستدامة ولكنها تعمل على مواضيع هذه الأهداف وهذا مدخل بالنسبة إلينا يجب أن نثقف الشباب والتغير المناخ هو موضوع نتكلم عنه كثيرا وهذا أيضا مدخل لتغيير الأمور ما أن نوفر تتوفر المعلومة يمكن أن نتحول إلى الإداءة إلى تعبئة ونحاول أن ننتقل من توعية إلى الحاجة إذن عندما نستوعب المعلومة نريد أن نبين بأننا قادرين على نقل هذه المعلومة إلى شباب آخرين وعلى حفهم على العمل ما معنى هذا معنى هذا لا نكتفي بعمل التدريب كأن يفهم أستاذ تلميذ ما هي هذه الأهداف يجب أن يكون هناك تفاعل تشارك لكي يتمكن الشاب من تملك هذه الأهداف نحن مثلا في مشروع كلايمت هناك لعبة كوب ماي سيتي نحاول اقتراح محاكات محاكات للمفاوضات الدولية بخصوص بخصوص الأهداف أهداف تنمية المستدامة وهذه المحاكات تسمح بالتشارك بالعبئة و يمكن توسيع هذه اللعبة من أجل تناول مواضيع مثل مواضيع تنمية المستدامة متشعبة ومؤعقدة وهنا ننتقل من الأستاذ الذي تكلم عن الأهداف المستدامة إلى مجالات أخرى ننتقل من العام إلى الخاص أي المحلي ماذا انتقلنا من الفاوضات إلى ما يمكن أن نفعله في مكان الذي نعيش فيه على مستوى السياسة المحلي فنحن فاعلون في حياة مدينتنا وهذا يسمح لنا كشباب بأن نثبت دورنا في مدينتنا ولكن ماذا نفعل بهذا الاستزام عندما نكون شابا أو شابا نحن الشباب محرك الانتقال والتحول الذي نسعى إليه هذا يتم على المستوى العالمي الوطني وأيضا على المستوى الفردي علينا أن نخرج أن نغير نمط عيشنا وأن نحث من حولنا لفعل الشيء نفسه وهنا لك النقاش النقاش الفعالين في المجتمع المدني وكذلك الفعالين من الشباب عليهم أن يقوموا بعملية توعية للأهل للأصدقاء لمحيطهم لكي نتمكن من نقل هذا التغيير ليصبح عالميا بالنسبة للشباب تنبثل هذه الأهداف نقاط إيجابية ثلاثة النقطة الأولى هو أن تعتبر هذه الأهداف خارقة طريق خارقة طريق تسمح بأن نشبك بين مباراتنا مثلا هل هذا المشروع يتجاوب مع الهدف أربعة حول الشباب أو مع الهدف حول تغير المناخي أو يتجاوب مع الأثنين أو يتجاوب مع أكثر إذن هذه هي نقطة الأجابية الأولى وثانيا يجب أن نعتمد هذه الأهداف كعنصر للمناصرة إذ أن نحن نسعى لبلوغ أهداف مشتركة ولكن يجب على هذه الأهداف أن تكون والمبادرات المبثلة منها مستدامة كيف يمكن للشباب أن يسرع الأمور ويسمح بأن نتقدم بشكل أكبر هناك نقطة إيجابية ثالية وهي المشروعية التي قد تطفيها على الشباب كيف يمكن للشاب أن يصبح فعلا يتمتع بمشروعية بنظر الدولة والمنظمات الأخرى غير المنتمية إلى الدولة أن الشباب هنا وفي أمكان أخرى يريدون أن يتمتعوا بالمصدقية عندما يقدمون المبادرات الاجتماعية أو السياسية نحن أمام تحدي علينا أن نغير طريقة تناول المواضيع أن نبرم الشركات لأن الشباب لا يطلق الاجتبار الجدير به إذا نظرنا إلى هذه الأهداف ما من هدفين مخصص للشباب هل هذا يعني بأنه تم تهميش الشباب في هذا الإطار الدولي أو أن الشباب يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الأهداف وسوف يسمح بتنفيذها نعم إذا ما كان الشباب لا يتجزأ من هذه الأهداف من سيصغي إليها الشباب يتمتع بوسائل وبمعرفة تسمح بتطبق هذه الأهداف دون أن تسمى أهدافا يجب أن الشباب يعملون على مشاريع وعلى مبادرات انطلاقا مما يعيشونه مما يعيشونه يطورون أدوات نحن طورنا أدوات لننتقل من التوعية كشباب من التوعية إلى الفعل ولكن هذا لا يعني بأن هناك من يصب إلينا لربما أيضا يجب أن نسالة الضواء على كيفية عملنا فبات من الضروري أن نسمع صوتنا وأن نكون جزءا من اتخاذ القرار من طولة المفاوضات نحن نعرف ما هي المشاكل وما هو التوجه لحل هذه المشاكل نحن مولدنا في سياق مستقر سياسيا إلى حد كبير ولكن منذ وجودنا واجهنا مشاكل هذا العالم المعولم وتملكناها وعملنا عليها في مؤتمر في مؤتمر الأرض كان هناك مجموعة من الخبراء جمعة الشباب يجب أن نثمن التزام الشباب من خلال تغيير نظرتنا إلى الشباب من خلال إطفاء مشروعية مصدقية مصدقية للشباب ونتناقش معهم هذا التغير هذا الشمل للشباب سيؤدي إلى سياق مترابط يضم كل الأهداف وكل الفاعلين بالنسبة للشباب هذه الأهداف ولدت معنا حتى لو أنها لم تكن قدر تمدت حين ولبنى إن الشباب هو الفاعل الذي سيحمل هذه الأهداف وينفذها بحلول 2030 وما بعد ذلك هذا أمر بدي لذا أجندة 2030 يجب أن تكون أجندة للشباب وبشكل خاص ويصنعوا الشباب بحل بحل أجندة